الفجالة والمدارس ودخول المدارس والفجالة اللي هي تاريخ جميل جدا واجمل ما في هذا البرنامج انه بيخليني اقرى حاجات كان من الصعب ان انا يعني تبقى بعيدة عن خالص عن نوعية الحاجات اللي بقرها ولو ان انا حب اقرى في اي حاجة لكن في حاجات تبقى بعيدة شوية فروحنا الفجالة وشفنا حاجات لطيفة جدا واظن الحاجات هتعجبكو عن قرية ام دينين يلا بينا احنا جايين بقى ايه قولنا نشوف اخبار الكتب المدرسية مش بقى الكتب لأ الكراريس والاقلام والبرايات والمساطر يبقى فين؟ يبقى في الفجالة طب يصح نخش على طول على المكتبات اللي ليها تاريخ كبير يعني يكفي ان انا احكير لكم مسلا ان هنا دي الفجالة في مكتبة مصر كان عمنا نجيب محفوظ غالبا او كل رواياته كانت بتتنشر مسلسلة في الجرائد والمجلات فكان يجمع الورق ويجي مكتبة مصر هنا يديهم الورق قولهم دي رواية انشروها بقى انشروها فيوم النشر يعني يوم اصدار اول نسخة يجي نجيب محفوظ هنا من الساعة ستة الصبح يفضل رايح جاي قدام المكتبة لغاية ما تفتح يخش يشتري خمسين نسخة يوزعها على اصدقائه ومعارفه احباؤه الصحفيين والكتاب يفضل كده ستين سنة الفجالة حاجة تاريخية من حيث الكتب طب ايه الحكاية ايه حكاية الميدان ده ميدان رمسيس يصح ان احنا قبل ما نخش الفجالة ونفرقوا على احوال الكراريس والكشاكيل والاقلام والبرات صح نقول لكم الليدان ده زمان الحتة دي كان اسمها قرية ام دينين دي قرية كانوا بالناس بترتاح فيها قبل ما تخش الكاهرة قبل ما تخش المنطقة بتاعتها وهنا مفيش حاجة مشت ليام حصل صراع بين الخليفة العباسي والخليفة المستنصر بالله انتصر فيه المستنصر الفاطمي ففيه سيدة راقصة ومغنية بتكتب شعر وبتلعب عطبها ده اللي مكتوب في الكتب وبعد كتب قوم راح تعملها احتفال عمك المستنصر بالله وخبطته قصيدة زي الفل بس القصيدة حصل فيها تداخل وبتاع فاهملت او بازل فضل فيها بيت ما معناه انه يعني ما اخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة اللي خدوا العباسين رجعوا الفاطمين خدوا حقهم تاني ودي مسألة في التاريخ شكلها مش لطيف لانه الفاطمين هم سلالة عالي ابن ابي طالب وفاطمة الزراء رضي الله عنهم والعباسين سلالة ولد عم من اتنين لكن ده اللي حصل في التاريخ التاريخ مش في الدين ده اللي حصل ان هم يعني حصل منه مشاكل كبيرة فلما الخليفة اتبسط من السد ديت راح مديها حتة ارض انعم عليها ما هو هم كده بقى كان كده بقى هو ده الملك ده الملك العدود اللي هو يبقى كل حاجة بتاعته فيقوم يقول له يصحى الصبح يقول له خدي الارض دي اللي هي دي الفجالة قوم بانت بيت وعاشت فيه ممكن يكون البيت ده ممكن يكون بيت اقدم منه بكتير طبعا بكتير ده بيت قديم قوي تحفر مش عارف ايه البيت ده قوم هي الست ايه بيعرفوا انها تطبالة فسموها تطبالة بقت الحتة دي اسمها تطبالة وفضلت على كده شوية سنين 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 وبعدين اهملت جمل فرنسويين اصحاب مزاج فرنسويين طوروا فيها ووضبوها وعملوها مش الحال بقت ايه منطقة قويسة وبدأوا الاجانب في مصر يحبوا يسكنوا دايما في المناطق الجديدة بدأ يسكنوا هنا ويزباطوا وبدأ في سنة 1853 بقى دي بقى كانت مشاريع محمد علي اللي ما كملتش يتكملت بقى لانه لانه الفترة دي كان بيحكم فيها عباس حلم الاول وقلتلكوا عباس حلم الاول ده لكان بيحبانا ولا احنا كنا بنحبه فعملوا هنا السكة الحديد راحت بقى قارة المدنين بقى وتحولت المكان لبساتين وبتاعه عملوا هنا السكة الحديد فسموه ايه باب الحديد يروح من هنا لسكندرية طبعا المكان المحطة دي تطورت يعني تطورت في سنة 1900 وحاجة وبعدين في سنة فضلت تطور لغاية كان فيه تطوير قريب جدا بيجددوا لكن المحطة دي عملت حياة عايز تطلع من القاهرة تروح اسكندرية تيجي هنا مفيش حاجة تانية مفيش بيجوه ما عندهمش بيجوه ولا ميكروبوزات ولا حاجة هي السكة الحديد مفيش غيرها وبعدين هنا في شارع طبعا ملناش دعوه بيه خلاص هو فضل الشارع شارع كلوت بيج كلوت بيج ده طبعا الشارع كان يعني لكن كلوت بيج حتكلمنا عنه قبل كده في الاصر العيني وقلنا انه دهر اللي عمل الاصر العيني وعمل 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 لكن ما عرفش ليه هم عملوا الشارع مش ولابد باسم كلوت بيج كان الشارع باسمه وتحول الشارع لانه المنطقة كان فيها جانب المنطقة دي كانت بقى مزارع بيزراعوا فيها ايه الاكلة القومية للشعب المصري الفجل الشعب المصري يأكل كل يوم الصبح يدرى البلاس الفجلة ويديها فكانت المنطقة دي فيها فجل كتير فتحولت من الطبالة للفجلة اما باب الحديد لما تعمل باب الحديد السكن الحديد عملوا فيه تمثال نهضة مصر اللي موجود عند الجامعة اللي عند كبر الجامعة حطوه هنا وعملوه فبقى بدل باب الحديد يقوله ايه ميدان النهضة وبعدين لما جات الثورة شالوا تمثال النهضة ثورة يوليو ودوه عند الجامعة وجابوا عم كرامسيس حطوه هنا وكان واقف شامخ وعظيم جداً قدامه نفورة مية العنف السيف تنزل تنطل فيها وتتفسح وتتبسط وطبعاً انتو فاكرين ده كنا بنشتغل في التلفزيون وقتها لما حصل ان احنا نقلنا عم كرامسيس في موكب عظيم ومهيب وعلى الهواء على التلفزيون عادنا ثلاث ساعات ننقل البس بتاع عم كرامسيس عاملوا هم هيسة كده وبتاع بس كانت حكاية ما تستيلش ده كله لكن انما كانت لطيفة سلت الناس واسوق حاجة انك تسلل الناس على الفاضي انما ده كان حدث لطيف يعني كانت ليلة لطيفة وانقلوا عم كرامسيس اللي ودوه ليبقى المتحف الكبير اللي بتعمل ووحطوه وقفوه على حال حطيتو ايه عم الحاجة محطوش حاجة بقى خلاص محطوش حاجة قال يعني من ايه الاثار اللي عندنا يعني ما عندناش حاجة نقدر نحطها هنا سيبك خلاص هنا القطر والناس بتيجي من الاقاليم تتعلم حاجين كتب من ايه من هنا فبدأت تخش مسألة الكتب الكتب المكتبات تكتر هنا تكتر هنا وبعدين طبعا دخلت بقى ايه القراريس الحاجات مستلزمات الكتب فبدأت تخش القراريس والأدوات المكتبية من هنا اصبحت الفجالة مكان للأدوات المكتبية والمدرسية انا الحقيقة كنت متصور ان خلاص الزمن عدة وبقت مجرد مكان بسيط يعني بيبيع شوية مكتبية كتب وحاجات زي كده لان هجمت عليها الأدوات الصحية هجمت هجوم كده غير ملحوظ غير مراقب زحفت خدت نص تعريبا الحاجات بقت الفجالة برضو منطقة للأدوات الصحية اللي هي بقى ايه عندك حود القصر فعايس تجيب نفس اللون تلاقيه هنا عندك شاني القصر تجي تلاقيه هنا لكن فضلت حكاية كتب لغاية اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها دي النهاردة الأربعاء الساعة اثنين إلى ثلاث دقايق زي ما انت شايفين حركة المنتظمة والبلد هادئة وانا انتقل إلى الفجالة لنرى أسعار الكتب المأدوات المدرسية وازاي الدنيا تورد في الفجالة وازاي فضلة الفجالة عليك والسلحة تبراك اتفضله سباع الفل سباع الفل سباع الفل سباع الفل كدها كبري مشاه بينزل على محطة مصر هنروح بقى الفجالة ونشوف أحوال الأدوات المدرسية ايه الفجالة ايه يالله بيه ايه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سيحضرتك انت بتيجي هنا بقالك كم سنة انا سيادتك هنا لمشو فات الحاته لانا في الفجاله من سنة 78 كنت جاي طفلة عن دا 14 سنة دا 40 سنة من مشتير البادران من شوبرا مشتير البادران من اول شوبرا لان فتابع المصور قريب بالنسبالي ويchemicalت chase notable elin اخوالك اه المكان انتو فيه دفعه كم سنة المكان الفيه ده حياطك ده التالت سنة ده صاحبه البشمان دي سحب الدهقوشي صاحب representa معرض الآلوان اه البشمان دهقوشي صاحب معرض العلوان انا كنت بقى متجود برا في الشارع فكنت تقفى بهم مكتبة فالراجل الشرطة المرافق بتطرجنا والمباحث وكده وبيترجونا فالعمار دي لما تهدت وتحرقت وولعت وتهدت فسيادت كان انا كلمت البشمالدس احمد ويقوله بعد دي ازنا كانت بدي معرفين في الشارع ومكونيش بنشتغل سيادت قال لي طب معرض بالامر على الناس اللي معاها واستأذننا من رئيس الحي وكده وفتحونا الرادو عملناها معرض ما اقررنا بقى فجم لا هو ما بيخدش بيننا حاجة يا سلام هو راجل يعني مش قادر اوصف سيادتك مش عاد بوصف الكلمة يعني يعني راجل صاحب الارض صاحب العمارة دي ايوا قال لكم عملوا دا كاكين دي كلها ايوا مجانة هو كان اساسا كنا احنا اربعة طنفار هنعملهم فجم قالوا لا لازم تدخل البيعين كلهم معاكم نعملنا البيعين كلها في الشارع ودخلناهم كل واحد خد محل ده لازم يتعرف عليه السلام اه راجل فوق المحترم بقول لحاجتك مفيش كلمة اوصفه بيها طب قل لي بقى يعني الاسعار ايوا الحاجات كده بتبرة احنا بنصنع فيها ايه الحاجات السنع المصرية احنا عطبال السنة دي والسنة اللي فاتت لنا يعني اللي هي حاجات كتير قوت آآ بقيت مصرية زي ايه بقى زي مسلا الألم البريمة قريمي الألم الرصاص الألم الجاف والألم الرصاص لنه ألم رصاص المبداية قل لنا حاجات كتير ادعى حياتك القلم ده برا بيتباع باثنين جنيه ده برا بيتباع القلم باثنين جنيه احنا فالجلب بيقع باثنين وربع طويس اوز يعني نشتري علمين باثنين جنيه ونص مثلا اوز وده ما يبقى اربعة يبقوا يوفروا قلم وعلم طبعا حياتك فيه علم رصاص زي كده حياتك فيه الوان جلسي بمصر برضه اه حلوة دي الوان اه الوان خشب وده اه الوان رصاص ده الداستة بتاعته بسبعة ونص يعني الالم واقع بحوالي شكين قرش حلوة اوه اه وقبال سيتك فيه الوان في روماسطر ده برضو مصري بريما مصري حلوة اوه طب تتطور كويس اه فاحنا عندنا حاجات كتير حياتك بس يعني بقى لنا سنتين تلاتة كده داخلين ايه ان احنا بننافس وبنعمل برايات وكده اه كل حاجة واستيق وكل وان احنا بحيس حياتك ان احنا ايه ننافس بحوالي يعني الالم ده مصري اه الصيني بكام ما بجيبش انا الالم جاه صيني طب غير مصري يعني غير مصري في بقى الالم هندي عندي كرارو بقى الالم اقل لألم بثلاثة جنيس يا اه ده في العلبة العلبة فيها عشرة بثلاثين جنيه اه الناس بتقبل بقى طبعا على الاسعار اسعار بقى بنسبة للناس عامل ايه السنة دي بقى والاسعار طبعا حياتك زادت والناس عصلاه اه اللي بياخد اه حلبتين انا بياخد علبة بياخد على قد مقدم بس هو حياتك كبير ان اعرف الحاجات دي لازم وحاتما كل بيت هاشتريه مقبر اخاكا لا بطل اه طبعا يعني لو حاجة طرفها مش اجيبها بس ما اللي بيشتري بقى اربع تين اه اه او بيجي طبعا حياتك مسلا يجيب له حاجات بخمشين افتين جنيه اه مسلا يوفر له متين جنيه مش عارفين كده يخدوا بهم شانطة يخدوا بهم حاجة كده ده كشكول ده ولا كراسة ده كشكول دوا ده تصنيع مصري برضو حد لتا اه ده كراسة بتاعته 28 ورقة ياه ده مجليزة بس اه ده الوقت بقاش حد يجلد بقى خلاص لا مفيش متجلد انا عندي كشكول متجلد اساسي نتباع متجلد اه ده الكشكول بيعمل اربعة جنيه واللي مش متجلد اللي مش متجلد بقى فيه عندي كشكول بقى الكشكول لوكس اه بخمسة وعشرين جنيه فيه عشرة وعند كراس باتنين بخمسة وعشرين جنيه فيه عشرة يعني كراس بجنوه وربعة شتة كويس وانت بقى الضغط بتاعك دخول للمدارس بس؟ واحنا حياتك احنا هنا عادين على طول يعني مش بموسم مدارس اه انا عارف عارف مسلا حياتك بيخلص موسم مدارس بيخش بموسم دعاية جنة ونتيجة دعاية السنة الجديدة ان شاء الله منخلص بقى بعد كده حياتك بيخش بقى في باعي الاكلاسيات اللي هي بتاعتين المكتب اه فيه حاجات طول الوقت اه 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 عايز تقولي ايه يقول لي انت عايزه او انا عرفني بنفسك انا حددك انا اسم واليك اه واني ده بوشورت اه يا خنم او ابوشورت لا مش بوشورت لا مش شورت او لا بطلهم بس كمار بقى لك كم سنانة يا وليد؟ انا ان شاء الله هنا من 98 بالزبط بقى لعشرين سنة ما شاء الله في الحتة دي لا الحتة دي خطوه من ثلاث سنين احنا بالزبط من ثلاث سنين او من عم احمد القوسي ده راجل جميل من الناس المحترم لا يعني والراجل ما بياخدش من هنا اجار ولا بيحمل حاجة الله العظيم حاجة والراجل المحترم يعني ولا من الناس يعني من هنا معلش ان احنا كنا فرشين في الشارع برا وخلى الناس ان هي دلوقتي بقى قاعدة عايزك تمكن يعني البيعين اللي برا اللي كانوا عاملين ازمة مثلا نزل الناس كلها في الشارع خلى نمكنناه وحضرتك دلوقتي يعني خلىنا كل واحد في باكية زي ما انت شايف طيب، ايه الجديد بقى السنغ Economic Partnership ايه ده ؟ زمزمية زمزمية فيها اللي هو الفلتر بتاعها اللي هو الفلتر اللي بيتميلي مياه وبيتحط في الفليزر اه اه ده بيحافظ على المياه ساعة اه دي بتحافظ على المياه ساعة اه مخاطرتك الفلتر اللي هو اللي هو ال mooi اه بيتميلي مياه وبيتحط في الفليزر بكام دي؟ دي احنا امبع ب 25 جنيه طيب اساء الله جملتها علينا احنا بتبقى 22.5 يعني فيه 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 في الزلزبين بس الغالي عشان الناس الدنيا تمشي مهديني مع اصلاف ده تبقى هنا بتتفقها الاسعار ولا كل واحد ده اهو ضمير لا مبسوا معلش ودي بتبقى حكاية ضمير بقى يعني انا معلش انا ممكن ابيع حاجة بعشرة فيه غير يبقى اتناشر ونص بس ايه يعني هي برضو يعني زبون ما انا بقول لحدك الزبون بيخش يسأل ده جلاد؟ او ده جلاد ده صناعة مصرية وايس او ده هزاك فيه زي وصيني بس ده صناعة مصرية طب ما عملتوش جلاد علي محمد صلاح؟ معمول كل حاجة بس انا مش موجود عندنا انا محمد صلاح ده لا ينفعش ان انا منعملش جلاد محمد صلاح كل حاجة في الدنيا كلها محمد صلاح كل حاجة هنا محمد صلاح ازايش؟ بتعملي ايه هنا؟ حكا سيدة زكا سيدة خد يا سيدة تبتشتغل هنا؟ اه شايا 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 جادعة الناس تخلص تاخد الشيلة بتوعيتها توصل ليهم جادعة سيدة بقالك ثلاث سنين هنا لا لا في المكان دهوت في المكان ده بقى لربعين سنة زمان تثل عمرك هنا في الفجالة في الفجالة شيالة شيالة تستني الناس تجيت اخدوا الكتب بتاعيتها وشيه؟ وبحمل عربات للزباين وودي شغلة عند عيمن العزية اتشيلي شغلة ولا تشيلي على كتفة كتفة على ضهري وعلى كتفة بقالك أربعين سنة كتفة اه خبسة وربعين سنة انت عندي كم سنة سيدة؟ كله خبسة يعني طول عمرك يعني وانت عندي اتناشر سنة بتشتغل مين دي شغلك الشغلانة دي؟ اي بقى كنت شغالها في بصمة حلوة هنا وكنت تعرفت على جوزين معي جوزك فين؟ مواقع متطلق مني مين عمي؟ تلع؟ لا متطلق معي معي زلاتي عملي لما اختلقت؟ لا الحملة هو شغال بعضك معانا هنا حكوازين مع بعضين بيصرف العيال؟ لا العيل كبيرة متجوزها وبخليفها لا مين يا رباهم؟ أنا اللي ربتهم بشعاك انتي بشعايا وهو كان فين؟ هو كان مع نفسه بقى كان لله يستهيل اللي جوز يا جوز هو كان فيه زمان كلمة مع نفسه دي؟ بس هم تجوز أنا معهنا؟ هم تجوز تجوز كتير؟ تجوز كتير وما رباش العيال؟ لا ربتهم هومان انت من ظهر انت ربت العيال؟ معلمتهم ومشي بس الحمده لهم يكفي بخاليهم ركالة ما عرفتش تعلمين؟ نعم هم مكانش غويين بس حطيت الحاجات على الظهر فأكلتهم وشربتهم واعلمهم الحمده لهم من الحلال من الحلال طب بتسبرتي بقى لسه برضي بتشير ما عرفش اعرض هم هزم ما حدش قالك تعالي يا سيدة وانتي يقفني في المحل معنا لا 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 عنا بحرثنا هم تي مع نفسك برضي روح وقت ما روح وقت ما ساكنة فين يا سيدة؟ عادة بشوب الخيمة بعيدة ده بس حلوة تركاب من هنا من الميكروباس لا انا بقى بشاركة بقى تاكسي كل يوم يروح بيه تاكس يا سيدة تكتير عليك يا سيدة أول لا الحمده لله ما عرفش تركاب الميكروباس ما عرفش تركاب الميكروباس بقى بص ساعة الشغل تكسر الدنيا وتشيل على دهرها طول النار وساعة ما تروح تروح بقى الحمده لله انما ساعة الشغل تشيل عيك بس ما تدريش تركاب الميكروباس والله انت جدعة ومين اللي بتبخ لك في البيت بقى والحاجات انا اه يعني تكي الصبح الساعة انت بتجي من الساعة ستة انا باجي من الساعة تسعة هنا براوح الساعة عشر احداشر بالليل بالليل ساعات بجيب اكل جاهز بالليل ساعات بجيب اكل جاهز وساعات بقى ايه بالليل تعالي تطبخ البكرة اه نتعاشى منه نتعاشى منه نتعاشى منه نتعاشى منه ونكن منه تاني يوم هنا يعني عارفت من زمان وياك جاد عزيزي فالحمده اللي احنا بقى جاد عربنا لك الساعة وبعدين احنا عادين على حس ربنا وحس الراجل اللي ورا ده بسا جمعون فيه اللي هو صبر محمد عبدو رئيس حال اسباكية والله ايه كل الاسباكية ناس بحترمة تحيات محبوب والله العاوال ده والله والله اللي هو صبر محمد عبدو رئيس حال اسباكية اعتبارا من سبعتاشر اتناشر 2017 تحديداً 8 شهر و 22 يوم من نهار ده إنجازات تكلم عن نفسك الحمد لله يا فن المبارد إنجازات وغليه عن نفسك علمنا أن السيادتك موجود بصراحة قولي إذا ما بديع رئيس حاية نسبك هذا من فضل الله هي بالفعل سيدة الحياة اللي لفتت نظر اللي هي بقالت لي بص إن الحياة دي كده فتلفت لأيد سيدة هي سبحان الله وكأن الله يريد في كل حاجة من صورها عشان يكمم أفواه الذين يعني يقولون إن الشهر صحيح في ناس وحشة كتير طبعاً مش تسعين مليون وخمس وتسعين مليون أه لكن زي ما أنت الشكر طول ما أنت رايح جاي تقابل سيدة ورجل ندل أنا أسف ورجل ندل أنا أسف ورجل ندل أنا أسف خلاص عشان محدش يقول لي بقى أنت قلت على حاجة أنا أسف بعتذر عشان خاطر محدش يعني رجالة دول حقيقة يعني ما معرفش إيه تركبتهم الحياة أنا يعني كان لي يا رجل هذه الصفات إنه يخلفوا العيال ويمشوا ويعيش مع نفسه ويجوز غيرها ويخلف ويمشي بقى وشو أخي بالهم لقى القرآن الكريم اللي بتقول وكل ربي رحمهما ها بس لا كما ربياني صغيرة ما تاخد الحتة يعني بس ندعيلك نقول لك ربنا أرحمك يا أبا وبتاع لا هتربي ولا مش هتربي هتربي يبقى تنطبق عليك الآية مش هتربي يبقى الآية ما تنطبقش عليك أنت مش أنت ده ده واحد تاني مش أنت والحيال واحد طول ما هو ماشي بيقابل الناس بهذه النمازج شباب الأب خالع ويمسايب العيال يعني أنت ممكن تكون مش طايق مراتك حقك أي حاجة تعجبك على فكرة لو عيالك شكك فيهم حتى مش من حقك لأنهم ولادك ف يعني أنا ما بعرفش إيه الصنف ده من رجاله يعني الحقيقة هما رجال أندال أنا أسف بس يا سيدي فجالة بقى زي ما انت شفته وأنا الحقيقة معجب جدا بهذا الشخص اللي ذكر اسمه أكتر مرة وهو رجل اسمه أحمد الكوصي وأنا الحقيقة هحاول أسعى إن أنا وصل له لأنه أعمل حاجة غريبة أولا كان عنده بيت في البيت تهد تصوروا بقى بيت تهد في شارع الفجالة صار وقوم يعني كان عمول بقى طبعا مش كتب خلاص كتب بدأ نسحب عملي بقول بقى سراميك وحاجات زي كده راح سايب البتاع مكان وقال له العوال قال للناس أنت قاعدين برا يلا قالوا نخش جواه خش واحد والتاني والتالت ملاها تب خد أجر بقى وحا من حقك وما بيتشتغلوا بيكسبوا قال لا 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 وما تكسبهم على قدهم خدوها مجانا حاجة عشان أقولك تقول لي مش عارف ايه أقولك لا مصر مليانة ناس بس انت بتختار أنه ناس يعني احنا قلنا قبل كده مئة ألف مرة الأحياء يكون رؤساها مع كل التقدير لست لوال اللي كان معايا وكانه اهتم وجيه وكرا بس بشكره كل ناس بتشكر فيه حياء هناك من الحي عشان نعرف أصله في أصله مكواجي عم محمد المكواجي رئيس الحي عشان نعرف هو بدأ إزاي وراح فين في الآخر حصل له ايه عم مش عارف مين النجارة عم المهندس فلينف الدكتور الطيب اللي مشتغل في الحي هو ورفاقه في الحي يشكله المجلس بتاع الحي يبقوا عارفين واحد واحد في الحي ونبقى احنا كمان عارفينه مش يجي حد من بعيد ويمشي من بعيد وما نعرفش حاجة إنما يعني هذي أفكار يعني مطروقة للناس والحي كمان على فكرة فيه حاجة ضريبة العقرية اللي بتتاخد دلوقتي دي المفروض إنها تبقى لكل حي يعني مثلا واحد ساكن مثلا في سيرزينم فيه ضريبة عقرية للسيرزينم الضريبة العقرية تروح لحي السيرزينم وتلاقي بقى حي غني وحي المتوسط وحي بتاع حسب ظروف سكان الحي حسب الشوء وأسعارها والحاجات دي تقوم تروح بتخش بقى في مدارس الحي في نظافة الحي في سفلات الحي يبقى عنده ميزانية يقدر يشتغل ومن الحي نفسه من دقنه وفتلوا طيب يلا نفاصل ونرجع ان شاء الله موسيقى